السلام عليكم التجربة السينمائية اليوم ما صارت مقتصرة أبداً على المشاهدة صار الواحد يبغي يتفرج ويناقش ويستمع كمان لآراء مختلفة وهذا الشي خلّ من التجربة السينمائية أعمق بكثير من السابق ومع الوقت صار عندنا مجتمع متكامل بيشاهد الأعمال السينمائية بهذه الطريقة وأنا سعيد جداً أنا أحد الأشخاص اللي بيساهم في منظومة المشاهدة الجديدة عن طريق المناقشات والمراجعات اللي موجودة في القناة فحابب أشكر كل شخص ساهم في استمرارية القناة سواء كانت بالمشاهدة أو بالتعليقات الإيجابية باللايكات وحتى الناس اللي بيساهموا بشكل كبير في الترويج للقناة ولو لا توفيق الله سبحانه وتعالى ومن ثم تقتكم الكبيرة في المحتوى اللي بأقدم من مناقشات ومراجعات ما كانت القناة وصلت اليوم إنها تكون أول قناة ناطقة باللغة العربية في مجال الأفلام والمسلسلات تعد حاجز المليون مشتري فشكراً لكم فبهذه المناسبة حابب أقدم شيء يلخص التجربة اللي مريت فيها إلى الآن نصائح تفيد أي شخص أنه يبدأ في صناعة المحتوى أو يطور من طريقة تقديمه للمحتوى سواء كان المحتوى بشكل عام أو المحتوى السينمائي عند اليوم عشرة نصائح أول ثلاثة نصائح حتكون مهتمة بالمحتوى السينمائي والسبعة النصائح الأخرى حتكون مهتمة بصناعة المحتوى ككل أولاً ضروري تعرف إنه محبتك واهتمامك بأي عمل ممكن يختلف مع مرور الوقت مع مرور السنوات ومرورك بتجارب سينمائية مختلفة هذا الشي حيعكس عليك انعكاس كبير جداً باختلاف ذائقتك السينمائية وبالتالي اختلاف آراءك مع مرور السنوات شيء اللي تشوفه عظيم اليوم ممكن هيجي يوم وتشوفه شيء عادي جداً أو العكس وهذا الشيء طبيعي لأن المشاهدة السينمائية بتعكس انعكاس كبير جداً عليك كشخصك على نضجك وعلى تجاربك الشخصية وعلى وضعك النفسي بشكل كبير فهذا الشيء خليك محتاجه بشكل كبير أن ذائقتك السينمائية دائماً ما يصر فيها تذبذب عالي تحاول قد ما تقدر أنها تكون ثابتة وفي مكان عالي كل ما شاهدت أعمال سينمائية مختلفة من قصص مصورة من أفلام ومسلسلات وأنيمي وخلافه هذا الشيء هيكون ذائقتك السينمائية الخاصة عشان تستمر الذائقة السينمائية عندك بشكل عالي ضروري أنك ما تستهلك الجديد فقط ضروري أنك ترجع من وقت للثاني من المنتجات القديمة إن المنتجات الجديدة أنت بتصيد من بحر مو ضروري أنك بتصيد الشيء الجيد هذا الشيء حيخليك تشاهد مرة وراء مرة أعمال سيئة كثيرة جداً حيخلي عندك خلل حيخلي عندك اعتياد على الأعمال الهابطة هذا الشيء يخليك لو شفت عمل جيد حتشوفه عمل رهيب لأن كل الأعمال السابقة كانت سيئة فالعودة كل فترة للأعمال القديمة حيساهم في تباذقتك الفنية ممكن تشوف عمل جيد تقول إنه جيد ما تعطيه أكثر من حجمه لأنه سبق وشفت أعمال كبيرة تقدر تقارن معها ورجوعك للأعمال القديمة حيساهم في شكل كبير ممكن في أعمال تكون ظالمها ممكن في أعلام أعمال تماكن تفاهمها فرجوعك لها بعد زيادتك في العمر بعد مرورك بتجارب حياتية وتعرفك على أشخاص جدد ومرورك بتجارب حياتية كثيرة جدا حيخليك ترتبط أكثر بهذه الأعمال القديمة إذ في يوم من الأيام ممكن تكون ظلمتها تعالي نصيحة عشان تتكلم عن الأعمال ضروري تكون ملم ببعض الأساسيات المهمة جدا في عملية الإنتاج السينمائي ضروري إنك تساهم في ملء الثغرة اللي موجودة بين صانع العمل والمشاهد ألعب دور الوسيط هنا لأنك لو تتكلم كمشاهد فقط ما حتضيف شي جديد فضروري تأخذ خطوة أكبر لأنك تفهم بشكل أكبر عملية الإنتاج السينمائي والمفردات والمصطلحات اللي فيها شيء بسيطة زي مثلا إيش الفرق بين الرواية والقصة وبين السيناريو والحوار إيش الفرق بين المخرج والمنتج إيش كل شخص يعمل فيهم إيش عملية المنتاج مهمة إيش يعني إدتينج إيش يعني اختيار لقطة بعد لقطة إيش هو الساوند ميكسنج إيش هو الساوند إدتينج ليش مهم جدا أعرف استقنيات السينماتوغروفي إيش الفرق بين الكاميرا الواسعة وبين اختيار الكاميرا المقربة إيش المشاعر اللي ممكن نوصلها باختيار زوايا التصوير مثلا لأنه صعب تدي رأيك في أي عمل سواء كانت إيجابيات أو سلبيات من غير ما تكونه لم بأساسيات صناعة هذا العمل وأساسيات الإنتاج السينمائي يوتيوب بحر يا جماعة استفيدوا منه كثير مقاطع موجودة أغلبها صراحة أجنبية بتشرح عملية الإنتاج بشكل دقيق ثالث نصيحة واللي بالنسبة لي كانت الأهم وهي اللي اعتمدت عليها اعتماد كبير جدا في القناة من بدايتها لليوم الفيلم أو المسلسلة والأنيمي بيقدم لنا قصة والقصص بتقدم لنا شخصيات تدور بينهم أحداث في قالب معين عشان تقدر تستمر بالأعمال والقصص المقدمة لك في هذه الأعمال ضروري أصلاً انه انت في الحياة العادية تقدر تقرى البشر والشخصيات باختلافاتها ضروري انك تكون ملم بشخصيات البشر المختلفة اهتماماتهم وثقافاتهم وكل ما زاد إدراكك بالشخصيات المختلفة والثقافات المختلفة اللي موجودة حولك كل ما زاد فهمك للقصة اللي انت شايفها والشخصيات اللي موجودة في ذات القصة هذا الشي حيخليك تتكلم عن هذا العمل بشكل أفضل هذا الشي حيخليك تضيف للعمل أكثر من مجرد انك تكرر الأحداث اللي موجودة فيه وهذا الشي حيزيد من ثقافتك وحتساهم في زيادة ثقافة المشاهد وانت بتتكلم عن أي عمل من ناحية ثانية مختلفة جدا فهمك للشخصيات وأنواع الشخصيات اللي موجودة في الوجود حيخليك تتعاطف أكثر مع الشخصيات اللي موجودة في القصة إشياء بسيطة زي معرفة أنماط الشخصيات واختلاف السلوكيات إش يعني شخصية اجتماعية وإش يعني شخصية انطوائية إش هي الأمراض النفسية اللي موجودة في المجتمع وإش هي الاضطرابات السلوكية اللي ممكن يمروا فيها الأشخاص إش هي الغرائز البشرية كيف تكونت وكيف تطورت إيش هي الجوانب الثابتة في كل شخصية وإيش الفرق بينها وبين المتغيرات من سلوكيات ومهارات كل هذه الأمور وأكثر حتساهم أصلاً أنك تتعامل مع الأشخاص في حولك لحياتك العادية لكنها حتساهم بشكل كبير أنك تقرأ الشخصيات على الشاشة لأن كل شخصية تشوفها هي مكتوبة من أسس وهذه الأسس ما هي شيء مبهم هذه الأسس هي علمية هي واقعية ممكن توصلها وتقرأ عنها بشكل منفصل عن أي قصة الشاشة بعض الكتب اللي ساهمتيني أفهم الجوانب النفسية والسيكولوجية باختلاف الشخصيات ممكن تفيدك بشكل كبير أنك تفهم الأشخاص من حولك وتفهم كمان الشخصيات الموجودة في أي قصة حبدأ أتكلم الآن عن نصائح عامة لأي محتوى سواء كان سينمائي أو غيره أبدأ من أي مكان لو قعدت أنتظر أن تجلب ستوديو كامل ومتكامل وآخر موديل للكاميرا عمرك ما تبدأ أبدأ من أي منطقة شخصياً بديت أصور عن طريق كاميرا الجوال وباستخدام نور الشمس لا كان عندي إضاءة ولا حتى كاميرا محترفة بعض الفيديوهات القديمة يرجوك وتصوروا وراي الفيش الخاص في البيت آخر همك الجو العام المحتوى هو الأساس مستحيل توصل للمنظر المثالي أو من ناحية ثانية ممكن تأخذ مقامرة وتدفع فلوس على كاميرات وعلى مكان وتلاقي إن الشيء ده مو عاجبك أو ما تلاقي قبول عند الناس أبدأ في البداية وطور محتواك مع الوقت ثاني نصيحة أختار منصة إنها تكون الأساس في منصات كثيرة جداً اليوم لصناعة المحتوى ضروري تكون عارف إش هي منصتك الرئيسية بعض الناس وما أقول إنه طريقتهم غلط متواجدين في كل المنصات بعض الناس بيقدم نفس المحتوى كمان في كل المنصات من تجربة شخصية قبل ما أبدأ في اليوتيوب كنت موجود في سناب شات كنت أتكلم عن الكتب وعن الأفلام وبشكل كبير جداً لكن في اليوم اللي قررت فيني أتكلم بس عن الأفلام لقيت نفسي إنه اليوتيوب أفضلي أقدر أعمل مونتاج أقدر أضيف صور أقدر أضيف تعليقات أقدر أضيف فيديوهات ومقاطع تنتج بشكل أكبر غيراً اليوتيوب عبارة عن أرشفة متكامل الفيديوهات مو خلال 24 ساعة وتختفي مو شرط الفيلم لما أتكلم عليه إنه إنت شفته ممكن تشوفه بعدها بسبوع ولا بعدها بشهر هذا الشي خلاني أتجه لليوتيوب لكن انتقالي من سناب شات ليوتيوب ما كان سهل أبداً لما كنت موجود في السناب شات وصلت مشاهدات الخمسين ستين ألف على الفيديوهات اللي بنزلها لما نوديت لليوتيوب وكنت تقول للناس ترى عملت مراجعة على عمل معين في اليوتيوب روح وشوفوه ردت الفعل الأولية لي يا الله يش هو ودينا اليوتيوب جيب لنا العمل وأرفعه هنا كمان على السناب شات هذا الشي وراني لأي درجة إنه المشاهد على ما أنت تعوده فلو أنت جبت المحتوى الآن وأنا لو رح جبت المحتوى لي في اليوتيوب وحطيته في سناب شات ما كان أحد راح اليوتيوب ولكن أخذ التجربة المتتاملة لعرض الفيديوهات زي أنا ما نعاملها في اليوتيوب هذا الشي حيعمل لخبطة للمشاهد ولية وبالتالي عدم انتشار المقاطع كان ضروري أني أخذ قرار القرار اللي أخذته ديك الأيام أني أوقف أتكلم عن الأفلام تماماً في سناب شات شوية شوية وقفت أتكلم عن سناب شات تماماً هذا الشي لقيت أنه في ناس كانوا يتابعوني لشخصي يتابعوني لآرائي انتقلوا من سناب شات لي معايا هل كانوا كل الخمسين والستين ألف؟ لا كانوا أقل من ألف لكن من هنا بدأ المحتوى السينمائي والتركيز على محتوى السينمائي في اليوتيوب وبدأت تكبر ركزت على منصة واحدة وبالتالي كبرت المنصة ثالث نصيحة ويمكن يعتبر كليشي وكتير ناس بيقولوها بس الاستمرارية هي ههم شي في البداية الكل متحمس ممكن نصور ثلاثة أربع مقاطع في الأسبوع كل أسبوع متواجد كل عاما جديد يتكلم عنه لكن مع الوقت يا إنه ما يلاقي ردة فعل من الناس تناسب الحماس اللي عنده فيقل الإنتاج تبعه أو انشغال البشر الطبيعي يعيق إنه يكمل الإنتاج بنفس الحماس وما بقول أبداً إنه خلي المحتوى الخاص فيك سواء اليوتيوب أو خلافه يكون هو الأولوية القصوى في حياتك أبداً بالعكس خصوصاً لو إنه هذا الشيء بتعمله كهوايا ضروري تعرف أولوياتك في الحياة بعدين يجي اليوتيوب أعمل جدول واضح وهذا الشيء رجال نقطة مهمة جداً إنه المحتوى اللي بتقدمه لازم شيء يكون ضمن من حياتك أصلاً مش هيزيد تعقيد لحياتك أنا مثلاً بتكلم عن المفلام والمسلسلات والأنمي هذا الشيء جزء من حياتي ضروري إن أتفرج أفلام ضروري إن أتفرج مسلسلات وتفرج الأنمي كمان فكانت الفكرة طالما إنه المشاهدة موجودة بقي شيء واحد متى أكتب متى أصور ومتى أمنتج الجميل في المحتوى اللي بأتكلم عنه إنه غالباً في عندنا جدول واضح في عندنا مواعيد عرض واضحة سواء للأفلام ولا المسلسلات وخلافها هذا الشيء خليني أعرف فبراير مارس أبريل إيش الأشياء اللي حتنعرض ومتى بعد ما أحط الأشياء اللي معروضة بالكامل أجي أشوف فيه شيء اللي أنا مهتم فيه أولاً وإيش الشيء اللي ممكن الناس تهتم فيه تبدأ بالأشياء اللي تهمك أولاً لو عملت الشيء مجرد تأدية واجب حيبان عند الناس ولا هتحيرجع يتابع عليك أبداً هل لي عندك أوقات ثابتة متى بتتفرج أصلاً هل هي بتتفرج يومياً تتفرج في الويكند متى هتكتب ثبت وقت الكتابة ثبت وقت التصوير وثبت وقت المنتجة هذا الشيء حيساهم بشكل كبير جداً إنه حياتك تستمر بشكل طبيعي مجرد وجود المحتوى هيكون ضمن المنظومة ما هيعطل حياتك بالكامل عشان تعمل المحتوى من يكون عندك طريقة عمل واضحة ما يفرقش التغييرات اللي بتصير معاك في الحياة بالعكس بتساهم لقيت نفسي بسافر بصور وأنا مسافر مسافر رحلات عمل مسافر مع العيلة صورت في فنادق صورت في بيوت مختلفة لأنه طريقة العمل ما اختلفت اختلف متغير واحد وهو المكان طالما أنت مستمر بالتقديم طالما أنت دائماً وأول بأول متواجد هذا الشيء هيخلي المشاهد مع الوقت يخليك جزء من روتينه مع الوقت يخلي الواحد يرجع يشوف رأيك هذه أقصى إنجاز ممكن توصله وسط الملهيات الكثيرة والكثير من المنتجات المرئية أنه بتكون جزء من هذا الروتين هذا شيء كبير جداً مستحيل توصله لو ما كنت مستمر رابعاً خلي عندك قالب عمل واضح يساعدك أنت في الكتابة لأن الكتابة هي أصعب شيء في عملية صناعة المحتوى شخصياً أي واحد متابع لحلقات حقيقة المراجعات سيلاقي فيه ثبات في طريقة تقديم المراجعة مقدمة بسيطة قصة عامة من غير حرك إيش هي قصة هذا الفيلم أو المسلسل بعدين جوانب القوة وبعدين جوانب الضعف والتقييم وفقرة الحرك في جوانب القوة تلاقيني حاطط على جنب إيش الأشياء لازم أطول فيها أشياء أساسية سواء كانت القصة أو التمثيل أو الإخراج السيناريو والحوار وخلافه وعندنا كمان جوانب التقنية سواء كانت السينما تاظروفي سواء كانت الموسيقى التصويرية الإدتينج وغيرها وما تلاقي الأشياء قدامك مكتوبة في قالب كل اللي عليك تسويه تملي هذا القالب وتختار الجوانب اللي شايفها من قوة أو من بعض وتضعها في القالب وتبدأ تصور هذا الشي مو كل مرة بتصور فيها حلقة جديدة تبتكر طريقة جديدة في الإلقاء الطريقة تابتع كل اللي عليك أنك تملي هذه الطريقة وتقدمها بشكل مناسب للعمل اللي بتتكلم عنه غير حاجة ثانوية يا أخي أنا بطلت أسويها من بعد أول عشر فيديوهات أكتر أو أقل مو ضروري في كل فيديو تتكلم فيه تحشر أشياء ما لها داعي إيش في حاجات تحشرها ما لها داعي أعملوا لايك وسبسكرايب وشوفوا فيديوهات القديمة ترى هذا الشي كان نعمل زمانة وفي البدايات أنه الناس كانت غير ملمة باليوتيوب أساسا ما كنا نعرف أنه فيه فيديوهات قديمة ولا كنا نعرف إيش فادت اللايك ولا إيش فادت السبسكرايب فكنا نحاول نوعي الناس عليه اليوم الأطفال فهمين الحاجات هذه فما يحتاج تحشر أشياء إضافية في المحتوى اللي تبتقدمه ركز على المحتوى حتى لو الكل بيعملوا ما عليك قدم الشي اللي انت شرفه صحي خامس نصيحة خصوصا على اليوتيوب اللي بيعتمد اعتماد كبير جدا على المونتاج عملية المونتاج وعملية الإدتينج ممكن تكون عملية صعبة ومعقدة ممكن تكون عملية سهلة وبسيطة ولا تخلي المونتاج يكرهك في الأعمال أبدا ممكن في أي فيديو أنه أي حاج يتكلم عليها تحط صورة وتحط كلام وتحط مقاطع هذا الشي حيخلي عملية المونتاج بدلا ما تاخد ساعة أو اثنين ياخد أربعة أو خمسة ساعات أنا مثلا في البدايات كان أي عمل أتكلم عنه دايما أجيب الصورة الخاصة بالعمل وكل الممثل يطلع أحط الصورة الخاصة بممثل وأكتب اسم الممثل وعمل أنيميشن كيف الصورة تدخل وكيف الصورة إنها تخرج وحط مقاطع كثيرة في أي مراجعة أتكلم عنها هذا الشي كان متعب بشكل كبير بالنسبة لي فلازم تعرف إيش المحتوى اللي يعتمد اعتماد كبير جدا على المونتاج والأشياء اللي يضافية اللي بتزيدها وإيش المحتوى اللي يعتمد على الكلام اللي بتقوله على الكتابة فمثلا حلقات زي Game of Thrones والأتاك والتايتن اللي فيها فصفصة للأحداث والمشاهد ضروري تحط صور ومقاطع وتتكلم على كل صغيرة وكبيرة ضروري إنك تدخل لهذا العمل وانت عارف إن فيه استنزاف كبير في المونتاج لكن لو عملية مراجعة بسيطة لأي عمل تقلل من عملية المونتاج سادس نصيحة حاول يكون عندك بصمة في المحتوى اللي بتقدمه بصمة خاصة فيك الجمهور دايما يفتكرك بيها وفي البداية خلينا نقول حاجة مستحيل إنك تقدم شيء ما في ولا أي أحد ثاني بيقدمه ويمكن موجود بس نادر الغالب إنه بتقدم أشياء وبنشترك مع الأغلب في الشيء اللي بنقدمه فهذا الشيء اللي خليك تسأل نفسك ألف مرة إيش ممكن أعمل شيء مختلف كيف ممكن أقدم حاجة مختلفة للجمهور تخليهم يجوني بدل ما يروحوا لأي شخص آخر أو على الأقل يروحوا لكل الأشخاص بس برضو لازم يسيروا عليها وهذا الدور إنك تفكر في قناتك الخاصة على اليوتيوب أو أي محتوى بتقدمه كأنه قناة تلفزيونية أي قناة تلفزيونية ما تقدم محتوى واحدة تلاقيتم عندهم برامج متعددة هذا الشيء أنا فكرت فيه بالمدري بحكم الأشياء اللي مرت فيها مثلا بسناب شات وكل الأشياء اللي مرت فيها في التواصل الاجتماعي أرفت أهمية التنويع في المجال اللي أنت بتقدمه من البداية القناة فيها وسلسلات وأفلام وأنيمي من البداية بديت أتفرع في أشياء معينة مثلا شخصيات أسطورية وما أقدمها بشكل كبير كل فترة والثانية بتنزل حلقة سلسلة عشرة من عشرة مقابلة أشخاص مهمين في سلسلة من أفضل وخلافها وقود الفعلي والسائد للقناة واللي مخليها مستمرة هي المراجعات العامة من أفلام ومن سلسلات وأنيمي وبشترك مع هذا الشيء مع باقي القنوات لكن اللي يميز القناة من فترة الأخرى هي البرامج الخاصة بالقناة الدمج والانتقال بين المواضيع العامة والمواضيع الخاصة هو اللي حيضمن استمرارية القناة واهتمام الجمهور بالمحتوى اللي بتقدمه سابعة نصيحة يا جماعة وأتمنى أنه ما يكون فيها زعل إحنا كبشر غير مبرمجين أبدا على كمية التعليقات اللي ممكن تجينا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا لصناع المحتوى لأنه رجعنا خطورة قبل وجود مواقع التواصل الاجتماعي كانت صناعة المحتوى لو ناخد المغنيين أو الفنانين أو المثلين كان يعمل فيلم أو ينزل آلبوم وما يسمع ردة فعل إلا عن طريق المبيعات مثلا أو عن طريق النقاد اللي بيكتب في المجلات والجرائد واللي كان عددهم محدود تماما مقارنة بأنه كل اللي بيسمع أو كل اللي بيشاهد عنده فرصة أنه يكتب وأنه هذا صانع المحتوى أنه يقرأ إيش اللي مكتوب عنه أنا مقتنع أنه أساطير التمثيل وأساطير الغناء لو كانوا موجودين معانا في هذا اليوم في هذا المجتمع الجديد ومسائل التواصل الاجتماعي كان إبداعها ممكن قل كان فيه كثير من الأشياء المقامرات اللي عملوها كان ممكن ما عملوها خايفين من ردة الفعل اللي يقدروا يقروها مباشرة زي ما وسائل التواصل الاجتماعي أدت فرصة لأي أحد أي أحد أنه يقدم أي محتوى ويبرز نفسه أدت فرصة كمان أنه أي أحد ينتقد وأي أحد يعطيك أي كلمة ممكن تكون انتقاد إيجابي ممكن تكون انتقاد سلبي ممكن تكون تطاول عليك وعلى أهلك فياعتمد اعتماد كبير جدا عليك ولأي درجة أنت مستعد تقرأ هذا الكلام ولأي درجة الكلام السلبي هيؤثر عليك وعلى إنتاجيتك مهما كنت قوي مهما كنت جراندايزر مهما كنت سوبرمان الكلام القوي له وقع كبير جدا ممكن تقرأ مئة تعليق إيجابي وتبتسم لكن تعليق واحد سلبي ممكن ينكد عليك طول اليوم ضروري تعرف أن الانتقادات من المسلمات ضروري تعرف كيف تتجاوز عن التعليقات لأنه فيه انتقاد وفيه تعليق فيه تعليقات كنسية ضروري تعرف كيف تتجاوزها ضروري تكون تحامل آلية نفسك مهما تقرأ؟ هل تقرأ أول ما نزلت؟ طب حرام دوبك مخلص اشتغلت شغل طويل ممكن أول تعليق تقرأ تلاقيه سلبي هتلاقي أنك تعبت وتعبت وفي الأخي تلاقي تعليق سلبي يقول لك يا شيخ أبو اللي يعمل أي حلقة بعد كده خليك دكي مع نفسك مهما تقرأ التعليقات؟ مين يقرأ لك التعليق؟ ممكن لأحد ثاني يقرأ لك التعليقات يفلتر لك هي كمان أعمل آلية خاصة فيك بالتعامل مع التعليقات بس الأهم تعرف أنه فيها الجيد وفيها السيء وأنه هذا شيء طبيعي جدا إن شاء الله ما كنت طول تعليقكم وكنت منتظر فرصة أني أتكلم فيها فما لقيت فرصة أكثر أني أشكركم على الوصول للمليون وفي نفس الوقت أكد نصايح لأي واحد بادي أو أي واحد حاول يطور ممكن تفيدوه إن شاء الله نستمر وإن شاء الله محبتكم معي تستمر ونشوفكم إن شاء الله حلقات الجائعة